شركة ابل رجعت في كلامها لو انت عندك ايفون 13 او انت فني شغال سيانة في الايفون وبتبدل شاشة ايفون 13 حتى لو بشاشة اصلية الفيس اي دي حيتعطل الا اذا شلت الاي سي اللي موجودة على الشاشة القديمة الاصلية وحطيته على الشاشة الجديدة ودي طبعا عملية صعبة وفيها مغامرة وممكن تضيع منك الشاشة ككل شركة ابل حتى نوع جديد من الحماية بان الجهاز ما يقبلش اي شاشة تانية غير الشاشة الاصلية بتاعته حتى ولو كانت شاشة من جهاز ابل تاني اصلي ما فيهوش اي مشكلة قطعة غيار اصلية جاية من تليفون تاني برضو حيطلع لك رسالة ويقولك ان قطعة الغيار دي مش اصلية وكمان هيعطل لك الفيس اي دي شركة ابل عاملة كده كنوع من الاحتكار لقطعة الغيار بتاعتها لانها مش عايزة المستخدمين يصلحوا تليفوناتهم برا وعايزهم يصلحوها بس في الشركة باسعار مبالغ فيها النهاردة بس وانا بتصفح الانترنت فوجئت ان شركة ابل راجعت في كلامها وانها هتلغي الحماية دي وحتسبح انك لو بدلت شاشة بشاشة تانية ان الفيس اي دي يشتغل ومش هيتعطل لكن حتى هذه اللحظة الكلام ده ما تنفسش على ارض الواقع مجرد كلام وطبعا كده احنا محتاجين تحديث للسوفتوير علشان يلغي الحماية دي او السيكورتي دي الله اعلم هل حيظهر الاشعار بتاع ان تبم تبديل الشاشة وان الشاشة مش اصلية ولا لا ده هنعرفه مع الايام اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو واستمتعتوا به مع السلامة اشتركوا في القناة